والتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخرج الإمام البخاري وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر وكان بالسنح وهو عالية المدينة فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغطا ببرد حبرة قال فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا والله لا يذيقك الله الموتتين أبدا أما الموتة الأولى فقد ميتها ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه إلى المسجد وقد دخل قبله عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعمر رضي الله عنه يقول والله ما مات رسول الله وإنما ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى عليه السلام إلى لقاء ربه وليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليضربن أعناق أقوام يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات قال وهو يتكلم في المسجد فلما دخل أبو بكر وغرفة أم الأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفتح على المسجد فخرج أبو بكر فقال أيها المتكلم على رسلك يعني عمر رضي الله عنهم أجمعين فلم يسكت عمر فصعد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فحمد الله وأثنى عليه فلما تكلم أبو بكر أقبل الناس إليه وسكت عمر رضي الله عنهم أجمعين فقال أبو بكر أيها الناس من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال عمر فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلوها والله لكأنما أنزلها الله حين تلاها أبو بكر قال فعقرت والعقر هو الضرب في الأرجل قال فعقرت فوالله ما تقلني رجلائي فعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وصار الناس يتلقونها من أبي بكر يعني الآية ويبكون ويمشون في الطرقات ويتلون هذه الآية وهذه القصة العظيمة فيها فوائد ولها روايات كثيرة لكن نختصر هذه الروايات من فوائد هذه القصة أن هذه الدنيا حقيرة وأنها فانية وأنها لا تستحق أن يعصي الإنسان لينال الدنيا أن يعصي الله عز وجل لأن الدنيا لو كانت تسوى عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء ولأن الدنيا لو كانت بتسوى عند الله عز وجل شيئا ما قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولخلده في الدنيا لشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في حجر أمنا عائشة رضي الله عنها وهو في سكرات الموت قالت أمنا عائشة رضي الله عنها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يرفع أصبعه بل إلى الرفيق الأعلى بل إلى الرفيق الأعلى قالت فعلمت أنه يخير الأنبي عندهم ميزة إن ربنا عز وجل لما ينزل عليهم ملك الموت بخيرهم هل تحبون أن تفارقوا هذه الدنيا أو أن تعيشوا فيها فقال نبينا صلى الله عليه وسلم بل إلى الرفيق الأعلى فأشار ثلاثا فهذا يدلنا على حقارة هذه الدنيا من فوائد هذه القصة أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فليتذكر مصابه برسول الله صلى الله عليه وسلم ده من الأشيال بتثبتك في المصائب ولنبلونكم بشيء من الخوف والدوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون لذا كده الشاعر قال وما فقد الماضون مثل محمد ولا غيره حتى القيامة يفقد لو ما تلك عزيز تذكر مصاب الأمة برسولها صلى الله عليه وسلم لذا كده أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء قالوا وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا لماذا قلوبنا البنعرفة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيهم بالوحي ويعلمهم الخير ويمشي فيهم بالهدى والرشاد والتقى فيتذكر الإنسان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصيب بذلك فيسلو وتخف عنه المصيبة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من فوائد هذه القصة والفوائد كثيرة أنه لا يستحق العبادة إلا الله والعبادة هي حق الله هذه الليلة إنسان تلقى عامل مشاكل معه وادعمه تقول له ما لك فيشنو قل لك يا زول النازل شالوا حقيانا حقي ما بخلوه العبادة حقت منه حقت ربنا عز وجل فالإنسان الواجب عليه أن يعبد الله ولا يعبد معه غيره وإذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات يعني ما تعبدوه فكيف الليلة بيدون من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليلة من الأولياء ولا الصالحين ولا زول عامل اللي قبة ولا عنده مولد ولا عاملنه شيخ ولا بدعوا من دون الله وبحلفوا بيه من دون الله من أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم عشان نحن نعبد من دون الله كثير من الناس يقول لك عباد غير الله ماف العبادة ليست فقط الصلى نويت أن أصلي الظهر لفلان أربع ركعات لدي ما العبادة بله الدعا دا عبادة ترفع الدينك لأله دائرة الشفاء من المرض دائرة النجاح للولد دائرة الذرية دائرة الحفظ دائرة المطر دائرة أي حاجة لمن ترفع الدينك لأله دا من أعظم العبادات وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين شأن كده كلمت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه دي قاعدة من أعظم بل هي أعظم قواعد الإسلام أن غير الله لا يستحق العبادة أبدا ما بيستحق العبادة النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء والمرسلين سيدهم وإمامهم وهو صاحب الحوض المورود يوم القيامة وصاحب الشفاء الكبرى وهي المقام المحمود في سورة الإسراء وهو الذي يشفع ويعطى شفعات خاصة ما أدوها لبشر ومخلوق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة وعالية ومع ذلك لا يستحق أن يدعى مع الله أو يحلف به أو يستغاث به أو يرجى دي كل حقة ربنا عز وجل والزول إذا خلط بين حق الله وبين حق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق الوالد وحق الجار وحق الرحم وحق الولد داء بيكون ظلم ظلم عظيم لأنه خلط الحقوق إذا من أعظم هذه الفوائد في هذه القصة إنه ينبغي أن يكون التعلق بالله وأن تكون العبادة لله عز وجل فإذا فعل الناس ذلك جاءوا بأعظم ما جاء به الأنبياء والمرسلون والإنسان لو استحق العقوبة من الله عز وجل يوم القيامة فما يخلط في جهنم ويخرج إلى الجنة بإذن الله لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيخرجه الله عز وجل ويدخله الجنة وهناك بعض الفوائد نذكره إن شاء الله في التعقيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا نسأل الله جل وعلا أن يؤمننا في بلادنا نسأل الله أن يرحم موتانا وأن يشفي مريضنا نسأل الله جل وعلا أن يوسع رزاقنا وأن يقضي ديوننا إنه لي ذلك والقادر عليه وقوموا إلى الصلاة يرحمكم اشتركوا في القناة